يا شيخ خل تلام المرأة إذا تركت الأبناء عند الخادمة وحصل في الولد مكروها طيب بداية الله عز وجل يقول الذي أي شيء تريده انظر بداية للقرآن أي شيء تريده والله لو أتيت بكل علوم المشرق لو وجدت لها أصلا في الكتاب الله جل وعز وجل كتربية وسلوك وغيرها علم الله عز وجل ماذا قال إخوة يوسف ليعقوب أرسله معنا غدا ماذا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون أعيد أرسله معنا أي يا أبانا أرسل معنا يوسف يرتع ويلعب هذه تدل على حاجة الطفل لكي يلعب إذن هذا الطفل اسمه صبي ما معنى صبي أي يمين لكل لهو اسمه صبي يمين لكل لهو معنى الصبا ميل قال تعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصبو أي أمين فمعنى الصبا هو الميل لهذا سمي البنت تسمى صبية أو صبايا لأنها تميل لكل لهو وزغرفة وزركشة إلى النهاية واضح الآن أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون دل قطعا على أن الأطفال يحتاجون لللعب لكن ليس هنا الشاهد الشاهد أن الأب مستأمن وإلا لو لم يكن مستأمن الأب لما قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب إذن دل على أن يوسف في حفظ عقوب بعد حفظ الله إذن دل على أن مناطع الأب والأم من الذي يطلب الإخوة؟ أرجو أن يكون كلامي واضح فإن لم يكن واضح يعني نعيد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة